أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها على صعيدين السياسي والاقتصادي جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مباحثات موسعى لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر وأعرب مدبولي عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الشركة الألمانية في عدد من المشروعات القومية المصرية وعلى رأس هدي الشركات شركة سيمانز والتي لها مشروعات مهمة في قطعات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعية وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر وولاية بافاريا لسيما مع توفر العديد من الفرص الاستثمارية لدى مصر مؤكدا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر هام جدا هم ترجمة نانسي قنانسة